اهلا بكم عزيزي طلب الطلبات التعليم الفني في ساعة جديدة من ساعات التعليم الفني وساعاتنا مخصصة لطلبة الصف الاول الصناعي والنهاردة يكون معنا مادة من المواد الخاصية المهمة وهي مادة تركيب نسجية في التركيب النسجية احنا زي ما قلنا بناخد ازاي بيتم التعاشق مع ما بين الخيوط واللحمات عشان اوصل بالاماشة بتاعتي للشكل المطلوب طبعا التركيب النسجية احنا بناخدها في السنة اولى وفي الترمي الاول كامل الزيت هي تركيب بسيطة يعني سادة مبرد بامتدادات السادة بامتدادات المبرد يعني حتى لو جينا كده قرب الاطلس شوية كده يعني هي بكون على خفيف ممكن الاطلس بيتاخد كجزئية من جزئيات التركيب بس برضو اعتبر من تركيب النسجية البسيطة فاحنا هنا بناخد اساس التركيب فبالتالي منهجنا في الترمي الاول كان بيتكلم عن الانسجة السادة بالكامل وبيبدأ يتكلم عن المبرد ما بيدخلش في تفاصيل المبرد الكتيرة اللي هي متددادات وما الى ذلك من الاشكال الخاصة بتاعته النهاردة هنراجع الجزء الخاص بالتركيب النسجية وهنتكلم عن الانسجة السادة والانسجة المبردية وهنقول التعاشقات بتتم ازاي احنا طبعا زي ما قلنا ان في الاساس التعاشقات عبارة عن خيوط طولية بنسميها سدى وفيه خيوط بتمر عليها بالعرض اسمها لحمة اللي بيعمل التعاشقات دي هو تصميمك للتركيب النسجي التركيب النسجي اللي انت هتعمله هو اللي هيتنفس به تحت على المكانة طيب واقل عدد فتل والحمات يعمل تركيب نسجي ايه? قلنا فتلتين والحمتين وده اللي بيشتغل في نظام النسجي السادة. طب اقل عدد فتل والحمات في المبارد ايه? تلات فتل وتلات لحمات. ازا تعاشقوا مع بعض هديني شكلي من اشكال المبرد. عشان كده اتقرارات في الاساس انا بنزل للرقم الاساسي بتاعي اللي هو اللي بيتحدد على اساسه التصميم اللي انا هشتغل عليه. هنبدأ امراجعتنا بالاسئلة الخاصة بالنسجي السادة. احنا عارفين نسجي السادة فيه كم شكل. احنا درسناه النسيج السادة لوحده. والامتدادات بتاعته بعدين. طب الامتداد كان فيها كم نوع? كان فيها تلات امتدادات. تلات انواع امتدادات. وكل نوع منهم مقسوم اتنين. واحد منتظم واحد غير منتظم. يبقى انا هنا عندي كم تركيب نسجي بيتكلم عن النسيج السادة. عندي سبع تركيب نسجية بتتكلم عن النسيج. او سبع موضوعات بتتكلم عن النسيج السادة في الجزء الاول من المنهج بتاعنا. طيب بالنسبة لي بقى لما ايجا اشتغل الاسئلة بتاعتي هيبقى الصعب اللي فيها الممكن يكون نعمل لي مشكلة ايه ودائما من ده اللي بيقع فيه الطلبة بتاعتنا احنا عارفين الناس من نسيج السادة بسيط مربع متلون ومربع فاطي هحدد مساحة التكرار ازاي اتنين في اتنين خلاص ويعرفناها طيب مساحة التصميم هحددها ازاي انا عندي اتجاهات وعندي اتكرارات في الاتجاهات دي او عندي فتاة الموجودة في اتجاهات دي مسائل الخاصة بنسيج السادة بيبقى فيها بعض الحاجات البسيطة او بعضها من يقول كده برضو ايه بمعنى ممكن يقول لي ارسم نسيج سادة واحد على واحد مكرر مرتين سادة وثلاث مرات لحمة ده لازم اعمل لها حزبة وهنشوف حزبتها دلوقتي او ارسم نسيج سادة يتكرر على عشرين لحمة وعشر فتل الداني لعدد اللي انا عايزه خلاص انا مش محتاج احسب حاجة هو الداني اللي انا كنت هحسبه داني عدد لحمات وعدد الفتل فبالتالي هشتغل على طول هنشوف امثلة للموضوعات دي ان شاء الله وحنا بنشتغل مع بعض لكن تعالوا نطلع على اول سؤال من اسئلة النسيج السادة وطبعا السادة نفسها من الانسيجة البسيطة اللي احنا بندرسها مع بعض في الصف الاول يعني هنا بتكلم عن النسيج السادة واول اسئلة بتاعتي طبعا قبل الجزء طبعا في عندي جزء نظر الانواع الانسيجة احنا عارفين عندي انسيجة منسوجة وغير منسوجة والانسيجة اللي بتتنسج بيتم نسجها اما على مكنات النسيج او على مكنات التريكو وفي نوع تاني من الانسيجة اللي غير منسوجة اللي هي مجموعة الشعيرات اللي بتتجمع مع بعض وبتطلع لي قماشة غير منسوجة غير منسوجة كل اللي حصل ان هو في مادة آآ كيموية مرشوشة على مجموعة من الشعيرات وتم ضغطها تحت مكبس بضغط معين ظهرت قماشة غير منسوجة ما رجبتش على مكانة نسيج وظهرة بصمك وشكل كمان بيكون آآ كويس دي طبعا آآ بنشوفها كتير في الكسوة بتاعت الارضية مسلا في العربيات البطانة اللي بتبقى بيتبطن بيها دي او العازل نفسه ده ما بيكونش منسوج ده يبقى طبقة من الشعيرات ساميكة بتتحط كعازل تحت الفرش بتاع العربية في الارضية مسلا بنلاقي حاجة مسلا بتشبه المكت في بعض المكت كان زمان كان بيبقى فيه طبقة من الشبك موجودة آآ تحت ودي طبعا كبتدوب مع العمليات الاستخدام وفوق الطبقة دي فيه قماشة مش بين لها لسدة ولا لحمة ده برضو الانسجة او الامشة الغير منسوجة ده شكل من اشكالها وفي طبعا اشكال كتير منها موجودة في السوق الامشة نفسها اللي بيتعمل بيها شنط الهدايا في بعض الامشة اللي الطعب فيها شنط هدايا وشكلها حلو الامشة دي اصلا غير منسوجة لو ورفعتها في اي ضوء كده هتحس ان فيه شعيرات متدخلة مع بعضها هي مضغوطة بشكل معين وظهرة بالوضعية اللي انت بتشوفها دي طب تعالي بقى نشوف الاسئلة بتاعتنا ونبدأ اول السؤال عندنا وهيقول لي ارسم ارسم نسيج سادة سن او نسيج سادة الاول نسيج سادة واحد على واحد مقرر مرتين سادة وثلاث مرات لحمة ازاي هحل الكلام ده عشان اشتغل بيه ويطلع لي بيه الشكل المطلوب هنقول هنا طبعا اول حاجة الحل هنا هنقول فتل وهنقول لحمات الفتل هنا هنقول الاساس بتاعي اتنين فتلة واثنين لحمة ده اساس النسيج بتاعي تمام كده التكرارات تكرارات السدة هتروح عند اللحمة وتكرارات اللحمة هتروح عند السدة انا بحب احسابها بالشكل ده تمام كده اتنين في تلاتة بستة ستة فتلة واثنين في اتنين باربعة لحمة يبقى عندي ست فتل واربعة لحمات بنانا عن الضرب اللي انا ضربته في الشكل ده كده هنبدأ اتنقل المرحلة التانية وهي مرحلة الرسم على وراء المربعات هنجيب وراء المربعات وهنبدأ نشوف هيتم الحساب عليها ازاي والرسم عليها ازاي وهنا قال لي ايه ستة فتلة واربع لحمات هنيجي هنا الاول نحدد على الوراء المربعات المساحة بتاعته هو قال لي ست فتل ايه دي ست فتل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة انا هبدأ تصميم من هنا اوه هنجيجي خلينا هنا من خط سميك وهنقول ادي الست ست فتل اربع لحمات المسافة دي كلها هي الاربع لحمات هلون النسيج السادة ازاي هلون النسيج السادة بالشكل ده أدي اول مربع طبعا هنا ما أحدد ليش العلامة سادة ولله لحمة هنيعتبر ان علامة سادة ادي اول مربع متلون ونسيب واحد ودي التاني اللي جنبها يكون العكس بالشكل ده وهنرجع تاني الفتلة رقم تلاتة واربع انا هشتغل تلاتة واربع مع بعض بعد كده ادي الفتلة رقم خمسة وستة مع بعض كده انا رسمت الشكل بتاعي تمام كده طيب انا عايز بقى اعرف كمان المساحة بعد ما انا عملتها هو ليه انا قلت المسافة دي فتل وليه قلت المسافة دي لحمات احنا خدناها برضو مع عبدات الترمو وقلنا ان انا عندي مجموعة الفتل دي مجموعة الفتل رقم واحد واثنين وثلاثة الفتل بتتحسب بالشكل ده ادي فتلة ادي اتنين ادي تلاتة اربعة خمسة ستة اللحمات بتتحسب بالعرض ادي لحمة اتنين تلاتة اربعة تمام كده يبقى ده اتجاه اللحمات بتتعد في اتجاه السدى اللحمات اتجاهها افقي بس بتتعد في السدى الفتل اتجاهها رقصي بس بتتعد في اتجاه اللحمات عشان كده لما جينا في المسألة اللي كانت معنا عكسنا الشكل بتاعنا طيب ده بالنسبة للجزئية دي طب تعالى بقى نرجع لجزئية تانية وهي هتكلمني عن المسألة في شكلها الاساسي وهي ازاي بقى بكمل مسألة بتاعتها هل بيطلب مني في السؤال بتاعي الشكل اللي احنا شفناه بس ده يترسم هيقول لي لأ تعالى بقى نكمل المسألة وهيجي يقول لي هنا ايه ارسم نسيج سادة مكرر مرتين سادة وثلاث مرات لحمة انت رسمته هنا مش بيقسوا كده ده يقول لي كان مع عمل لقي روبوت دوس ومظهر سطحي كده المسألة بقى فيها خطوة او عاملين التصميم بتاعنا في زاوية عشان نبقى فينا عندنا مساحة نعمل المظر السطحي وخلي بالك وانت في الامتحان تعمل زي ما احنا عملنا دلوقتي كده انا ابدأ من زاوية الورقة اخلص التصميم بتاعي ازا كان له طلبات هتحط حوالين التصميم في تصميمات تانية بتكون في المساحة الفاضية اللي موجودة طلب حاجة زيادة هيكون عندي وقت ومتسع ان انا اشتغل في المساحة الموجودة لكن لو بدأت رسمك من النص فانت بواسط ورقة الامتحان مش تقدر تجاوب الامتحان بتاعك هنا هنقول ان الفاتلة طبعا هنحدد دلقتين هنبعد عن التصميم مربعين ونقول ان الدلقتين بتوعنا هيكون المسافة دي بعارض التصميم هياخد المساحة دي هنعمل اللقي بلون تليني عشان يبان هنقول ان الفاتلة الاولى في الدرقة رقم واحد هو مفروض بعلامات اكس الفاتلة التانية في درقة رقم اتنين الفاتلة التالتة شبه واحد تنزل معاها في نفس الدرقة الفاتلة الرابعة شبه اتنين تطلع معاها في نفس الدرقة هتبقى هنا واحد هتبقى هنا اتنين طبعا اللقي في الامتحان بيكون باللون الايه الاسود هاجي هنا بنوعنا على اللقي هحضر دواسات ابقى هنا عندي دواستين دي الدواسات بتاعتي هبعد مسافة مربعين عن التصميم وهعمل حساب للدواستين وانا برسم الدواسات طبعا مفروض ان بربطهم هنا بالدرقات بتاعتهم وهقول ان الدرقة الاولى لها الدواسة الاولى وعندي حاجة هنا من الاتنين. يما اخد تكرار واحد من التصميم وحطه هنا بالشكل ده كده. ده كده. ورباط الدوس كده خلص. او لو انا مش فاهم وخايف ان انا اغلط هكمل العلامات بتاعتي لارتفاع التصميم. يبقى ينفع كده وينفع كده. طب هنا بيقول لي اه ده طالب مظهر سطحي. هنحسب مظهر سطحي ازي هي. دايما احنا بنحسب المظهر السطحي بتاعي بضرب مساحة التصميم طول وعرض طول واحده طبعا والعرض الواحده هضربهم في اتنين زائد واحد. ايه الاتنين وايه الواحد. المطلوب مني في المظهر السطحي اني بتبقى الخيوط لازقى في بعضها كده. انا كل اللي عايزه اني هبعد الخيوط عن بعضها عشان اشوف حركة اللحمات معاها. فبالتالي انا هنا لما فتحت يديك بالشكل ده كده وحطيت الالم وراها ظهر قدامك ان في حاجة هنا موجودة في المنطقة دي. فبالتالي لو انا جيت على الالم بتاعي وروح تعامله كده. فظهر قدامك ان الالم ده اتحرك تحت دي وطلع فوق دي ونزل تحت دي. ممكن يكون طالع فوق الاخيرة لو انا ضميتش وهي كده بالشكل ده. فبالتالي انا كده كان عملت تركيب نسجي. طبعا بيتم بقى التركيب النسج وبيكمل معايا وبيطلع معايا بالشكل ده. ده طبعا اللي احنا بنحاول نترجمه لك على ورق المربعات فيه الجزء اللي هم نتكلم فيه ونقول عليه المظهر السطحي. طب هنا بالنسبة المظهر السطحي للمسألة دي. انا عندي العرض ست في تل. هضرب اتنين في ستة. باثناشر زائد واحد هيبقى تلاتاشر بالعرض. طب الارتفاع اربعة. اتنين فاربعة بتمانية. واحد هيبقى كمان معايا تسعة. يبقى انا تصميم بتاعي تسعة بالطول. وتلاتاشر بالعرض. تعالوا نرسم الجزء الخاص بالمظهر السطحي الخاص بالتصميم بتاعنا ده. انا هنا هاجي على ورق المربعات. وهبدأ اقول ايه بقى? هبقى عن التصميم مساحة مناسبة. وهاجي في المسافة دي طبعا خلاص انا هنا مش محتاج اكتر من اللي انا هعمله. فبالتالي هاجي هنا في المسافة دي. وهقول انا هنا عندي تمانية. ادي كده تمانية واحد تسعة. وبالعرض هيكون تلاتاشر. ادي اربعة تمانية اه اتناشر. تلاتة فاربعة باتناشر. واحد تلاتاشر. هاجي لغاية هنا. بالشكل ده كده. طب وبعدين انا هنا طبعا لسه معايا واحدة هنا مفروض. طب وبعدين. وبعدين انا عارف ان هنا هيكون في فتلة. وهنا زيها. وهنا زيها. انا بحط هنا علامات ليا عشان معيش قلم بصاص ان انا اعلم على الخطوط دي. طيب الخطوط ديت او المنطقة دي هيكون فيها ايه? هيكون فيها مجموعة فتل. هقدر احط الادلة. عشان ما اتبوازش التصميم بتاعي. هبدأ احط الادلة بتاعتي. هنا هيكون في فتلة. وهنا هيكون في فتلة. الفتل اللونها ازرق في التصميم بتاعي. بالشكل ده. انا سبت اول مربع فاضي عشان ده هيكون دليل اللحمات برضو. بالشكل ده كده. عد المربعات باللانة لو انتهت لقيها ستة. هقدر احط الادلة دي تاني فوق بالشكل ده. كده ان ده امتداد الفتل نعمل لكم حاجة بس مختصرة تظهر التصميم هيتم تنفيذه ازاي اللي احنا عملناه مع الفتل هنروح نعمله مع اللحمات اللحمات هنا هتكون هنشغلها بلون تاني وهليكن اللون الاحمر هيكون ده دليل اللحمة بتاعي او اطراف الخيوط احنا بنسميها او انا بحب اسميها التنسيل اللي يكون بالطرف او بمسمة تاني اللي بنقول عليها الاطراف الخيوط تمام كده مفروض ان الخيوط دي هتتقاطع مع اللحمات المربع الاولاني بيقول لي ان العلامات الزرق فوق الحمرة فبالتالي هاجي هنا باللون الازرق وهقول ايه بقى هقول او هلون الاول كل المربعات البيضة اللي في حيز الفتلة او اللحمة الحمرة وهقول الجزء الاولاني ده ان اللحمة تحت الفتلة وهينها تكون فوق وهينها تكون تحت وهينها تكون فوق اللي جنبها عكسها هسيب المربع ده وهلون تلاتة الاطراف اللي هي الادلة والمربع اللي في النص ده معناه ان الفتلة دي تخطت اللحمة رقم اتنين او غطتها وهكذا هسيب مربع وهقفل بالتلاتة دول تم كده هبدأ اكرر تاني لان الفتلة هنا لو رجعت على التصليم هل ان الفتلة رقم تلاتة تشبه الفتة رقم واحد فبالتالي هنقلها بنفس الشكل اللي انا رسمتها بيه فبالتالي هنا هيروح اعمل على تلاتة ويسيب واحد ويعمل التلاتة مربعات دول وهنا هيبقى عنده ايه هنا طبعا مربع الاخير هنا يبقى عنده اعلامة واحدة بس اللي بقية عنده ايه فاضية زي دي بالزبط هاجي على اللي بعدها هلقاء بنقل بنفس الشكل اللي جنبها كده هرجع تاني هكرر بالشكل ده طبعا هنا لسه التعاشق ما ظهرش معاك هيبان اول ما حط العلامات الحمرة على التصميم كده انا بعمل مظهر ايه سطحي كده انا خلصت اللون الازرق طيب تقطعات بقى اللون الاحمر او اللحماية هتمشي ازاي اللحماية هنا هتكون تحت الزرق الاولى فوق التانية تحت التالتة فوق الرابعة تحت الخمسة فوق رقم ستة بقيت بالشكل ده وهكزا بكمل التصميم بتاعي بالوضاية دي كل الابيض اللي في اتجاه الاحمر هاخده باللون الايه الاحمر دي طريقة طريقة الاساسية لان انا مفروض كنت بلون بالرصاص مكان الازرق ان احطيته وبعد كده ببدأ ان انا اعمل العلامات بتاعتي وبعد ما بخلص ببدأ ان انا امسح الرصاص بس طبعا بتلقى مشكلة في مسح الرصاص مع الالوان الفلوماستر كده الموضوع خلص لا ده كمان ممكن يطلب مني في المسألة بتاعتي يطلب مني قطاعات يقول لي ارسم بالقطاعات كمان فبالتالي دي خطوة من الخطوات اللي بتوضح برضو الوضاية بتتم او بيبقى شكلها ايه تعالى نعمل القطاعات بدون ما هو يذكرها في المسألة بس طبعا من ضمن النقط اللي ممكن يطلبها اسناء المسألة تعالى نرسم القطاعات قطاع السدى وقطاع اللحمة هنا طبعا تحت الفتاة البتاعتي هبعد مسافة مربعين وهاعمل دايرة كل فتلة من تحتها عامل دايرة بلون الفتلة بالشكل ده كده ليه عملت دايرة لان مقطع الفتلة في النهاية هيكون مدور تمام كده وهاجي همسك اللحمات وهقول بقى هي اللحمة ماشية فوق ولا تحت او اللحمة تحت يبقى الزرقة دي انا همشي باللحمة من تحتها وهطلع فوق دي وهنزل تحت دي وهطلع فوق دي وتحت دي وفوق دي وتحت دي يبقى اللحمة بتاعتي مشي تحت الاولى فوق التانية تحت التالتة فوق الرابعة تحت الخمسة فوق رقم ستة تمام كده طب اللي انا عملته مع الفتل هعمله مع اللحمات هبعد مسافة عن التصميم وهعمل دواير بلون اللحمة بالشكل ده واجه يجيب الفتل بلونها وهقول اتجاه فوق هنا هيكون في الاتجاه ده اللي ازرق فوق يبقى هنا هبدأ من هنا كده بالشكل ده فوق الاولى تحت التانية فوق التالتة تحت الرابعة ده اسمه قطاع لحمة يبقى انا هنا عند قطاع في اللحمة وعند قطاع في السدى الشكلين دول وضحولي ايه وضحولي تقاطع الخيوط مع اللحمات مع ما بين اللحمات كلها والفتلة رقم واحد وهنا ما بين اللحمة رقم واحد وجميع الفتلة لابا هنا ده قطاع لحمة ده قطاع السدى وده قطاع لحمة وده مظهر سطحي للتصميم اللي انا ملتهولك وطبعا ده التصميم وهنا ده اللقي وهنا ده طبعا روباط الدوس تمام كده كده احنا رسمنا مسألة كاملة بتتكلم عن الايه بتتكلم عن التصميم النسيج السادة واحد على واحد العادي ما فيش اي امتداد عليه طيب لو جي بقى يكبر مسألة شوية ويبدأ يعملها من غير حسابات احنا قلنا ممكن يطلب مني مسألة زي كده ويقول لي بدون او ادهالي وانا اطلقبت في حسابتها قلنا ايه هيديني عدد فتل وعدد لحمة وقل لي اشتغل مش محساب مش محتاج احسب الجزء اللي انا عملته وليه التقرارات اللي هو الحزبة بتاعتي لا ده انا هشتغل على طول طيب ممكن بقى يطلب مني مسألة بشكل تاني وتعالى بقى ندخل على امتداد الانسجة اول حاجة عندي بالنسبة ليه النسيج السادة ممكن يمتد في السادة ممكن يمتد في اللحمة ممكن يمتد في كل الاتجاهين يعني عندي كم طريقة للامتداد تلت طرق طب ممكن يكون منتظم وممكن يكون غير منتظم المنتظم والغير منتظم في النسيج السادة اللي هو بكسر واحد ويكون متساوي ده منتظم بكسر واحد والبسط غير المقام ده غير منتظم اكتر من بسطه مقام غير منتظم اكتر من بسطه مقام وجميع البسط والمقام بتاعي أرقامهم واحدة يعني 3 على 3 2 على 2 4 على 4 شكلها أرقام واحدة بالنسبة لك لكن هي في الطبيعة على القماش مش أرقام واحدة تبقى غير منتظم طيب أنا بحط الكلام ده على أساس إيه طب هو يدهالي على أساس إيه بيدهالي على أساس بيقول لي ارسم سن ممتد في اتجاه السدى بعلمتين ممتد في اتجاه اللحمة بعلمتين ممتد في اتجاه أو في كل اللي تجاهين بعلمتين كل دي كلام بيقول لي إنه هو بيتكلم عن نسيج سادة ممتد منتظم يبقى عندي علامتين 3, 4, 5 معاك لغاية 6 أو 7 علامات تقدر تمتدهم الفرق ما بين الممتد والعادي إيه إن أنا بغير في مظهر القماش في ممتد السدى له شكل ممتد اللحمة له شكل ممتد كل اللي تجاهين بيكون له شكل تاني خالص طب تعالي نشوف مسألة وهناخدها ممتدة في اتجاه السدى ممتدة في اتجاه السدى بيقول لي ارسم سن ارسم سن واحد على واحد سن واحد على واحد هنا تعالوا كده نشوف احنا هنكتب المسألة هيكون شكلها ازاي سن واحد على واحد آآ مكرر لازم طبعا انتكرار لانه تكون المساحة مثلا صغيرة مكرر مرتين كلا الاتجاهين وممتد بعلمتين تمام كده مع عمل بقى لاقي رباط دوس مظهر سطح كل حاجة عايزها مع المسألة اول حاجة هنا لازم احسب المسألة بتاعتي هنا هنقول لي ارسم سن واحد على واحد مكرر هو طبعا مفروض بيكتب سن مش محتاج يكتب واحد على واحد لانه هنا فيه عنده علامتين هيكونوا امتداد وهنا حتى اتجاه العلامات ممتدة بعلامتين في اتجاه السدى كده حدد الاتجاه كمان عشان نقدر نحسب حزبتنا هنا هنقول فتل اللحمات هنقول هنا هو ممتد السدى هنسبت السدى اتنين واللحمات هتتضرب في عدد العلامات هتبقى اتنين في اتنين هتبقى اربع علامات يعني يبقى هنا يبقى اتنين وهنا اربعة اتكرارات مكرر مرتين كلا يتجاهين يعني هنا فيه اتنين تاني وهنا فيه اتنين تاني اتنين في اتنين هنا هتدي اربعة واتنين في اتنين باربعة في اتنين بتمانية يبقى هنا بالعرض اربعة وبالارتفاع تمانية تمام كده انا كده حسبت الحزب الاساسية بتاعت التصميم لسه ما دورتش بقى على مظهر سطحي ولا لقي ولا روبوت دوس بس خلي بالك هنا مش شرط ده ما نقولك بعلامتين ممكن نقولك بعلامتين فوق العلامة الاصلية يبقى كم علامة كده تلات علامات يبقى انا بخلي بالي من طلباته على اساس ان انا هشتغل على اساسها التصميمات بتاعتي طيب ممكن نفس الارقام دي نشتغلها سدى بالشكل ده يعني ممكن انا احنا بعشان ما يبقاش عندي اكتر مسألة هنحلها هنخلي نفس الارقام دي بس مرة هنحلها سدى مرة هنحلها لحمة مرة هنحلها كلا اللي تجاهين طب لو كانت لحمة هنقول فتل لحمات هنا هتبقى اربعة وهنا هتبقى اتنين وهنا ده هتدرب في اتنين وده هتدرب في اتنين اتنين في اربعة بتمانية واتنين في اتنين باربعة طب لو كانت كلا الاتجاهين كلا الاتجاهين كل اللي هيعمله هيقول برضو فتل لحمات هنا اربعة وهنا اربعة دربوا في اتنين هما الاتنين هنا تمانية في تمانية التصميم هنا هيكون مقاسه تمانية في ايه في تمانية طب انا كده عملت تلات مسائل مع بعض في ورقة واحدة تعالوا نشوف هيترسموا ازاي على ورقة المربعات عشان يبقى فاهمين التصميم ده هيتحل ازاي هنيجي هنا على ورقة المربعات ونبدأ نجهز نفسنا ونجهز المساحة اللي احنا هنبدأ نرسم فيها هنا بيقول لي ايه اول حاجة ارسم سن ممتد في اتجاه السدى وحدد لي ان هو بالعرض هيكون اربعة وبالطول هيكون تمانية تعالوا نحدد على ورقة المربعات الشغل بتاعنا ونبدأ نرسم التصميم اللي معنا هنا مثلا في المساحة اللي قدامي دي احنا نعمل هنا ممتد السدى وهيقول لي هنا بالعرض اربعة وبالارتفاع تمانية ايه دي الاربعة وايه دي التمانية السهل ان انا كنت هقسم كل اتنين بالشكل دا كده بالقلم الرصاص هنحط كده علامات كل اتنين مش هو قال لي ممتد بعلامتين قد العلامتين بتوعي لما اجي هلون بقى هلون ايه هيقول اول اتنين كل علامة من علامة نسيج السيادة الزاد عليها علامة بالشكل دا كده كده انا رسمت اول فتلتين اقرر مع الفتلتين التانين بالشكل دا هبعد عن التصميم مربعين وهقول ان الفتلة الاولى في الدرقة الاولى الفتلة التانية في الدرقة رقم اتنين التالتة في الاولى لان شبهها بالزبط الرابعة في الدرقة رقم اتنين هنا انا هختصر الموضوع شوية وهرسم تكرار واحد من التصميم عشان اقول ان يمشي تكرار واحد من التصميم هبعد عن التصميم مربعين وقادي المساحة بتاعتي قادي اتنين في الاتفاع تكرار واحد اللي هو اربعة وهعمل اتنين على اتنين دا التصميم لقيه روباط دوسو مظهره السطحي هنقول المساحة دي كلها مضروبة في اتنين زائد واحد في المظهر السطحي هتبقى المساحة بالكامل مضروبة في اتنين زائد واحد انا هنا عندي اتنين في تمانية بستاشر واحد سبعتاشر هنشوف المساحة دي هتقضي السبعتاشر لا ادي هنا اربعة واربعة تمانية وتمانية ستاشر طبعا المساحة تبقى هنا ديقة خلينا في المساحة دي ادي تمانية وتمانية ستاشر وقلنا واحد سبعتاشر مش محتاجين نعمل الكطعات لو عايز اعمل كطعات هطلع شوية فوق في الطرف ده خلينا في المساحة دي ادي اربعة واربعة وآي دي 17 بالشكل ده بالعرض هتبقى 4 في 2 ب8 زائد 1 9 تصميم بتاعي يكون في الحدود دي كده بالشكل ده مفروض ان انا هبتكون حاطة علامات وصاص طبعا مفروض من الاساس تكون معانا هحط الادلة بتاعتي او اطراف الخيوط بتاعتي بالشكل ده كأنها ادلة هاديني الاربعة دول هما الاربعة دول هنحط ادلة اللحمة عشان نبقى شايفينها هي كمان انا عندي كم لحمة عندي آآ تمانية ادي لحمة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية انا اقدر اشتغل باتجاه السدى واقدر اشتغل باتجاه اللحمة لكن تعالى نقول هنتم الحركة ازاي وهنجيبها عن طريق السدى مفروض يكون السدى معمول بالرصاص هاعتبر ان هنا فيه رصاص موجود وليكن مسلا هناخد خط كده معايا كده خفيف ان هنا فيه رصاص تمام كده بالشكل ده وهكذا لكن هروح ماسك اللحمات وهبدأ اشوف الحركة بتاعتها اللحمة الاولى هي تحت الفتلة الاولى فوق تانية تحت التالتة اللحمة الاولى تحت دي فوق دي بالشكل ده كده وتحت الفتلة رقم تلاتة وفوق الفتلة رقم اربعة اللي بعدها هي كمان تحت الاولى تحت الرابعة 그래도 التالتة نحن غطيها بالاحمر تحت التالتة نحن فوق الرابعة طيب أنا هنا في اللحمة دي اللحمة دي فوق الأولى تحت التانية فوق التالتة تحت الرابعة هنا يبقى فوق الأولى دي الفتلة الأولى مربع ده هو بيعبر عن الفتلة فوق الفتلة الأولى تحت التانية فوق التالتة تحت الرابعة ودي الدليل اللي بعدها اختها نفس الشكل فوق الاولى تحت التانية فوق التالتة تحت الرابعة ودي الدليل خلصنا الاربعة دول هنبدأ في الاربعة التانين هنلاقيهم شبه الاربعة الالانيين هنعمل برضو كده بالشكل ده تحت الاولى فوق التانية تحت التالتة فوق الربعة سيها بالزبط بنفس الشكل بنفس الحركة اللي بعدها هنعكس فوق الاولى تحت التانية فوق تلاتة تحت اربعة اللي بعدها بنفس الشكل تم كده انا رسمت الايه التصميم بتاعي بقى الفتل في الفتل هبدأ الولن كل الابيض اللي كان في اتجاه الفتلة بالشكل ده كده ايا كان عدد المربعات اللي اتبقت عندي كل الابيض اللي اتبقى قدامي بلونه بايه بلونه بلون ازرق هنا في مربع ناقص اهو ما خليش اي مربع ابيض في اتجاه اللون الايه الازرق هعمل كده برضو مع اللي بعدها بالشكل ده كده هلون برضو الابيض اللي هنا بالوضعية دي هكمل كل الابيض كده انا بوضح حركة الفتل تمت ازاي مع اللحمة ده اللي بيتم مع القماش هنا هو بيديني مظهر القماش اللي هيكون على الطبيع طبعا ان لو رسم كمبيوتر بيقى في ميزة في رسم الكمبيوتر ان اقدر اتخيل شكل القماشة فعليا بعد ما انا عملت التركيب النسجي طبعا احنا عندنا دراسة او عمل التركيب النسجية عن طريق برنامج اكسل طبعا احنا عملناه في كتب التركيب النسجيه عشان يسهل شوية معايا في الرسم وبيعاندي حرية في الرسمة اكتر على البرنامج طبعا بعض المدارس او بعض الطلبة فعلا بتطبق الرسم على برنامج اكسل والبعض مستصعب الموضوع شوية لكن في النهاية انا اللي يهميني انك انتا تقدر ترسم احنا كده عملنا ممتد السدى تعال بقى نشتغل على ممتد اللحمة والاتنين يكونوا جنب بعض عشان نشوف الشكل هيتم ازاي طبعا كل اللي شغال به حاطت العلامة سدى ما غيرتش العلامة بتاعتي مازال ان الفتل الفتلة الاولى دايما فوق اللحمة الاولى لو حصل العكس بانا هفضل المربع الاولى ده وخلي اللحمة الاولى هي اللي فوق الفتلة الاولى طبعا ده مش هيفرق معايا لو انا فاهم مين قبل مين لكن يفرق معايا لو كانت اجابة سؤال هو عايز يعرف ان انت فاهم يعني مين فيهم اللي فوق التاني تهم كده طبعا نطلع وننفذ التصميم التاني اللي هو ممتد اللحمة لنفس التركيب النسجي تعال كده نشوفه نرسمه في مكان قريب منه وهنا طبعا هيكون بالعرضة هيكون اه تمانية وبالارتفاع هيكون الايه الاربعة هنيجي هنا في المساحة البسيطة اللي عندي دي ادي العرض بتاعي التمانية بتوعي بالشكل ده كده ادي التمانية وادي الاربعة هتم ازاي هيقول لي اول حاجة عندي هنا هيقول ان اللحمات او العلامات نفسها هتبقى بالشكل ده ممتدة عرضيا هتبقى العلامات بالشكل ده وطبعا العلامات الزرق دي معناها ان الفتل هي اللي فوق بالشكل ده كده التصميم بس بدا ما يبقى طولي هيدديني عرضي وطبعا ده بيديني شكل اقلام من التركيب النسجي لما بيتعامل فبالتالي هنا هيدديني اقلام عرضية بسبب المتداد ده وهنا هيدديني اقلام طولية بسبب المتداد بالشكل ده ده مظهر القماشة على الطبيعة طب هنا بقى نحط اللقاء على كم درقة ما هو نسيج السادة النسيج السادة بجميع انواعه ما زال على درقتين هنا هيبقى اللقاء بتاع على درقتين هابعد بمساحة عن التصميم او مسافة المربعين واقول قد الدرقتين بتوعي بعرض التصميم لازم بعرض التصميم عشان يبقى حل مسألتك صح الفتلة الاولى في الدرقة رقم واحد التانية في الدرقة رقم واحد برضو لانهما الاتنين شبه بعض التالتة في الدرقة رقم اثنين الرابعة في الدرقة رقم اتنين خمسة شبه واحد يبقى معاه في نفس الدرقة ستة شبه واحد معاه في نفس الدرقة سبعة شبه اتنين معاه في درقة رقم اتنين تمانية شبه اتنين معاه في الدرقة رقم اتنين طيب روباط الدوس بتاعي بقى روباط الدوس بتاعي برضو على درقتين مدامنا اشغال على درقتين يبقى الدواسات بتاعتي دواستين هاجي هنا بعد التصميم مسافة واعمل علامات الدواستين واعمل بارتفاع تكرار واحد في التصميم وياخد فتلة من دول مع فتلة من دول ما هما الاتنين في درقة واحدة انا باخد واحدة من الاتنين انا باخد واحدة غير مكررة فبالتالي احط العلامة الاولى بالشكل ده كده والعلامة التانية بتاعتها الفتلة رقم اتنين بالشكل ده كده رجعنا لشبه النسيج السادة وده اثبات النسيج السادة مازال موجود معنا في التصميم بتاعي طيب احنا كده رسمت التصميم بتاعي ولاقيه وربطه باقي المظر السطحي اللي هو المقابل للشكل ده المظر السطحي هنا بتاعي هيكون بالعرض تمانية اتنين في تمانية بستاشر واحد سبعتاشر وبالطول هيكون اتنين في اربعة بتمانية واحد تسعة هنيجي هنا في المساحة دي ونبدأ نشوف المسافة بتاعتها تشتغل معي واحد اتنين تلاتة اربعة كده ستاشر واحد سبعتاشر في التمانية ادي لغاية هنا تسعة يبقى دي مساحة التصميم بتاعي مفروض ان انا ممكن احددها بالقلم ورصاص عشان ما اطلغبتش وانا شغل لكن هنحط الادلة بتاعتي طبعا انا عندي الكتاب فيه مشكلة المشكلة ان في بعض الكتب بتاعتنا هتلقى الفتلة رقم واحد ورقم اتنين لازقين في بعض هنا في المظر السطحي فده هيخلف عملية الحساب اللي احنا قلنا عليها اللي احنا حسبناها بالشكل ده هنا وده بالتالي هيطلع تصميم شكله غريب وبعدين مش هتقدر تسبت معلومتك الخاصة بان المظر السطحي لازم له حسابات فبالتالي الكتابة تلاف بعض التصميمات اللازق الفتلتين في بعض لكن انا هنا عندي هحب ابعيدهم عن بعض وده برضو صح مفهوش مشكلة هحط الادلة بتاعتي لازم يكون الارقام او عدد الفتلة اللي انا برصها دلوقتي هيديني عدد تمن علامات اتنين اربعة ستة تمانية كده انا مظبوط هحط ادلة اللحمة انا عندي اربع لحمات بالتالي ادلة اللحمة الاولى التانية التالتة الرابعة كده عند العلامة بقى انا كده ماشي مظبوط هنا همسك بقى اللحمة بتاعتي هي اللحمة بتاعتي تحت ايه تحت الاولى وتحت التانية يعني تحت دي هسيبها بيضة وتحت دي هسيبها بيضة طب انا عشان اسهل على نفسي انا هعمل كل مربعات البيضة الاول عشان اوصل لك الحتة دي بتيجي ازاي انا عملت كل مربعات البيضة تمام كده طيب هجي انا يقولي بقى ايه اللحمة بتاعتي بقت فيه مربعات بيضة نقصة اه هي الموجودة معي ماتلونتش كل مربع منهم بيعبر عن تقاطع من دول او مربع من دول المربع الاولين اللونه ازرق اسيبهوا ابيض المربع الثاني اللونه أزرق أسيبه أبيض واحد واثنين دول بيت يبقى يبقوا إيه عشان يتلونوا بعد كده إن شاء الله باللون الأزرق لكن تلاتة أدي واحد اتنين تلاتة أحمر وأربعة أحمر فين تلاتة واربعة هما البيض اللبيض في التصميم هنا هياخد لون اللحم هنا المربعين دول هما المربعين دول طيب المربعين اللي بعدهم لونهم أزرق سيبهم أبيض المربعين اللي في الآخر هتلونهم أحمر تمام كده نطلع اللي بعدها اللي بعدها اول مربعين لونهم ابيض هناخد برضو كل الاحمر اللي في اتجاه اللحمة الحمرة بالشكل ده كده تلونت كل الايه الابيض اللي في الاتجاه الاحمر وهنيجي هنا اول مربعين لونهم ابيض يبقى هتلون عليهم باللون الاحمر اللي بعديهم لونهم ازرق ده وده سيبهم ابيض اللي بعديهم ابيض لون عليهم بالأحمر اللي بعديهم لونهم أزرق سيبهم أحمر سيبهم أبيض معلش هعمل برضو مرة تانية مع اللحمة اللي بعدها بالشكل ده حط كل العلامات اللي أنا متأكد انها تكون بيضة اللي هي الفاصل ما بين الفيتال وبعضها هنا بقى هيسيب أول اتنين بيض وهيلون دول ويسيب دول ويلون المربعين دول اللي بعدها هيكرر نفس اللي حصل هنا أنا هنا بقول هو فوق دي وفوق دي أنا بقدر أحسبها بالشكل ده ويكون تحت دي وتحت دي وهيبدأ فوق دي وفوق دي كمان وهيكون تحت الفتلة دي وتحت الفتلة دي كده أنا خلصت الجزء الخاص بالإيه بإيه علامات اللحمة أو اللحمات نفسها هجأ حط بقى في المساحة البيضة دي اللون الأزرق بالشكل ده كده طبعا بلون بحرص عشان العلامة لو اتلخبطت فيها التصميم بتاعك كله هيبوس خلي بالنا ما خليش مربعات بيضة كتير فاضية حولينا التصميم ما فضلش رايح جاي بالفلوماستر على ورقة المربعات برضو عشان ما مطبوصش مني بالشكل ده عشان طبعا العلامة الغلط هنا هتأثر على إجابتك في الامتحان وهتقلل منك درجات كده أنا بزبط الجزء الخاص بالعلامات ما زلنا لسه عملناش كتعات كمان بالشكل ده تمام كده أنا كده رسمت مظهر سطحي ده هنا خاص بالتصميم ده وده خاص بالتصميم التاني احنا هنا بنتكلم على تصميم تالت كمان من التصميمات دي وهو التصميم اللي هو بيتكلم عن الكلاة الاتجاهين حساب او شكل او رسم السن الممتد كلاة الاتجاهين بيتم ازاي تعال نشوف بيتم ازاي وهنبدل الالوان هنبدأ نشتغل باللون الاحمر وهنديه هو للسدى عشان ما يبقاش مرتبط في ذهنك دايما ان اللون الازرق هو لون السدى لأ انا اقدر ابدل الالوان على طول بس بقى خلي بالي ان ده السدى وعارف ان هو فعلا اللون الاحمر كلام ده في المظهر السطحي هنيجي هنا على التصميم بتاعنا بيقول التصميم ايه بقى التصميم من ممتد كلاة الاتجاهين هيكون طوله تمانية وعارضه برضو تمانية ممتد كلاة الاتجاهين طوله تمانية وعارضه تمانية تعالوا نشوف كده التصميم هترسم ازاي قدي هنا نحدد المساحة لورق المربعات نرجع كده للورق وهنقول ان المسافة بتاعتي كده تمانية في تمانية ايه دي هاجي هنا في الزاوية دي عشان ابقى شغلي مصبوط ده هنا المساحة لنا حبيت ان انا احددها هنا بقى هيقول لي حاجة حلوة هيقول لي التقسيم اللي عندك دي مربع ومربع دي انساها وقسم مربعاتك بالطول وبالعرض كل اتنين طول وعرض بالشكل ده كده طبعا بقسم برصاص بي ازاي انا بعمل كده انا هنا عملنا عشان نوضح كده انا قسمت وهنسى المربعات الصغيرة اللي متقسم بيها الورقة دي وهعتبر ان المربعات الكبيرة دي هي دي تقسيم الورقة دي فبالتالي اذا كانت العلامة سيدة يبقى المربع الاولاني مليان هو المربع الاولاني هو ده ولا المربع الاولاني هو كل ده اصبح المربع الاولاني هو كل ده هلو المربع واسيب مربع وهكذا هلقى انا بقسم سيك سيدة ممتد كده للتكهين ومستخدم مساحة ضعف المساحة اللي موجودة عندي في نوعية الورق اللي موجودة وشغال عليها بالشكل ده كده كده أنا رسمت السن الممتد كده للتجاهين طيب لقيوا على كم درقة لقيوا على درقتين ما هو بيمثل برضو نسيج السيادة بتاعي لقيوا على درقتين هبعد مساحة عن التصميم مسافة مربعين وهاجي هنا وهبدأ أشتغل اللقيب بتاعي الفتلة الأولى في الدرقة الأولى الفتلة التانية في الدرقة الأولى التالتة في التانية الرابعة في التانية خمسة في الأولى ستة في الأولى سبعة في التانية تمانية في التانية تمام كده طيب روباط الدوس هاخد تكرار واحد من التصميم تكرار واحد عندي هبقى عرضه اتنين في ارتفاع أربعة وهاخد أول فتلتين الفتلة الأولى دي والفتلة التانية دي لو بيتبادله أو كل درقة هاخد الفتلة الأولى منها هاخد الفتلة الاولى من الدرقة دي وهنقلها زي ما هي ادي اتنين واسيب اتنين الفتلة رقم واحد في الدرقة رقم اتنين عنده سيب اتنين وملون اخر اتنين اهو بالشكل ده كده المظر السطحي بتاعي هنا هيكون مضروب في اتنين زائد واحد للطول والعرض هنا الطول والعرض قد بعد فبالتالي التصميم ما فيهوش اي مشكلة العرض عندي تمانية في اتنين زائد واحد اتنين في تمانية بستاشر واحد سبعتاشر يبقى بالتالي هيكون التصميم بتاعي سبعتاشر في سبعتاشر هاجي هنا في المسافة دي وهنقول ادي ستاشر لغاية هنا وياخد العلامة الزيادة اللي هي رقم سبعتاشر بالعرض يكون واحد اتنين تلاتة اربعة وياخد علامة وهنا هقفل التصميم بتاعي بالشكل ده تمام كده هعمل نفس اللعبة بتاعتي بس المرة دي هنحط الاحمر دليل للفتل بالشكل ده كده هحط العلامات على كل الفتل لشانا باعرف الفتل بتاعتي وانا بتحرج باللحمات وهروح على اللحمة هحط الدليل بتاعها مرة دي اللحمة لونها ازرق بالشكل ده وهنمشي واحدة واحدة عشان نعرف نتعامل مع ايه مع التصميم هنا بيقول لي بقى اللحمة الاولى هلون كل الابيض اللي في سكتها عشان اعرف اعمل ايه تصميم هيتبقى لمربعات بيضة عدة المربعات البيضة هتلاقيها هي نفس المربعات دي نفس العدد التمانية هنا بقى زجان مربع متلون سيبه فاضي المربع هنا فاضي هتلونه باللون الايه الازرق اللي هو لون اللحمة الجديد تمام كده المربع الاولاني مليان هسيبه فاضي التاني مليان سيبه فاضي رقم تلاتة فاضي هيبقى باللون الازرق رقم اربعة فاضي هيكون باللون الازرق خمسة سيبه ستة سيبه سبعة غطي عليه وتمانية غطي عليه لان المربعين لونهم ابيض هكمل اللحمة التانية شبه الاولى مش محتاج بقى اعمل نفس العملية اللي عملتها مدومت انا وصلت لمرحلة الفه بالشكل ده كده هيسهل علي طيب اللحمة اللي بعد كده مختلفة مدام مختلفة اعمل كل اللي ابيض عشان ما تلغبطش نفسك بالشكل ده تمام كده وهمشي معها واحدة واحدة المربع الاولاني ابيض يبقى تلونه بالازرق المربع التاني ابيض يبقى هتلونه بالازرق المربع التالت لونه احمر هتسيبه المربع الرابع زيه الخامس هتغطيه بالازرق والسادس بالازرق السابع سيبه فاضي والتامن برضو زيه فاضي قرر نفس اللحمة بالشكل ده كده هنعمل اللحمة رقم اه خمسة زي واحد بالشكل ده برضو انا طبعا مدوم تعارف اقدر انقل بقى التصميم من تحت مش محتاج ان انا ايه اه لسه هعمل من جديد وهشوف اللحمات دي بتحرك ازاي لا انا عندي حركة ليهم من تحت خلي بالك الغلطة برضو هتعمل معك مشكلة لكنك انت هتخسر مساحة من الورقة حتى انت بتعدل فبالتالي يخلي بالك وكون حريص ما تخليش رسمك يكون في وسط الورقة حاول تتجنب الموضوع ده عشان خاطر تقدر تحل في الامتحان بالشكل المطلوب هنا طبعا انسيب دي وهنلون المجموعة دي كده هنلاقيها منطبقة للي تحتها وهكذا هنقرر نفس اللحمة مرة تانية بالشكل ده كده كده رسمت الجزء الخاص بالايه باللحمة بتاعتي خلصتها ابدأ احط بقى لون الفتل لون الفتل هياخد الحيز الابيض اللي كان موجود عندي في اي في المساحة كلها كل فتلة فيها منطقة ابيضة كده اشتغل عليها واغطيها بالشكل ده كده طبعا زي ما قلنا ما تخليش مساحات لونها ابيض انا هنا بسيب لانا القلم عندي مش مساعد فانا القلم عريض فبالتالي بخاف ان انا الون مربعات بجنب المربع انت عندك يبقى القلم عندك في المسطر عادي فبالتالي هتقدر تملى المربع بتاعك بالشكل المطلوب كل ما اه ادارتي تتعود على المربعات لان طبعا المربعات احنا بنستخدمها في اكتر من مادة من ضمنها التركيب النسجية لكن انت عندك مربعات دياء الخاصة بالرسم الفني بتاقي محتاجة تركيز اكتر كمان اثناء التروين عليها وكله في النهاية انا بدور ان اعمل تصميم لتركيب نسجي يكون سطح الاماشة مختلف انا كده بغير سطح الاماشة هبه هنا بقت مربعات كبيرة هتديني تأثير مربعات على سطح الاماشة يبقى انا بغير شكل او مظهر الاماشة بتاعته ده بيخلي ايه بيخلي العميل بتاعي اللي هو بيدور على ايه قماشة معينة يكون حابب هنا طبعا هي واضحة عندك في التلفزيون احواضح ان هنا في لون او مربع لونه احمر هنا في مربع لون وازرق اللي قماشة نفسها هتدي الايحاء ده هتدي الشكل ده على الطبيعة خصوصا كمان لو اتكبرت لو عايز اعمل لها قطعات هاجي تحت اللون الاحمر ده وهعمل الدواير بتاعتي بسرعة كده عشان ابقى فاهم الموضوع تم ازاي وهروح بالازرق جنب الازرق برضو هبعد مسافة وهعمل الدواير بتاعتي طبعا لازم الدواير تبقى مقفولة مش دواير مفتوحة على السلس ان انا قاطع او جايب فتلة وقاطعها بالفعل ده المغرض من القطاعات في قطاع السدى اللي حمات هي اللي تتحرك هتبقى تحت اتنين فوق اتنين طبعا انت هتكون قاعد كويس هتقدر تتحكم في القلم اكتر فبالتالي هيكون الشكل القطاع بالشكل ده قطاع اللي هيتام مع اللحمات قلنا اتجاه فوق هيكون في الاتجاه ده فبالتالي اللحمتين اللحمة الرقم واحد واثنين تحت الفتلة الاولى وهكزا اللي بعدهم فوق بعد كده الفتلة هتبقى هنا فوق اللحمة وتحت اخر واثنين بالشكل ده ده كده قطاع السدى واقطاع اللحمة وكده احنا عملنا ايه كده النهاردة احنا رجعنا نسيج السادة رجعنا المزارة السطحية بتاعت انسيجة السادة والانسيجة الممتدة التصميمات بتاعتنا كانت بسيطة النهاردة احنا اشتغلنا كمان على انسيجة السادة الممتدة المنتظمة اللي يبستها قد مقام هلو احنا نحط كسر بست مقام او حتى العلامات بتاعته اه منتظمة ممكن بعد كده Doncs لقى فيه�리 بينزل بارقام مختلفة. اعرف على طول انت شغال غير منتظم. عشان تقدر تكون كويس في التركيب الناسجية وتقدر تجاوب بالشكل مطلوب خلي بالك. مطلوب منك حاجة مهمة جدا ان انت تخلي بالك من الحسابات الخاصة بمقاس التكرار ومقاس التصميم. لو زبطت الحتة دي كويس هترسم التصميم من غير مشكلة. وتابع الجزء الخاص بالرسمة عندك وقارن اللي انت بترسمه باللي موجود في الكتاب المرسوم الجاهز. او كمان عشان عايز تتأكد ممكن تبعت لنا على جروب تليجرام الخاص بقناة مصر بالتعليم فني قطاع التعليم الفني هارد عليك بنفسي. او تبعت لنا على قناة اليوتيوب نفسها ان شاء الله بعد ما الحلقة تنزل على قناة اليوتيوب الخاصة بالتعليم الفني وبرضو اسمها قناة مصر للتعليم الفني قطاع التعليم الفني. وطبعا تقدر برضو تدخل عن المنتديات الخاصة بالتعليم الفني. المنتدي قطاع التعليم الفني هتلقى برضو عليها الدروس والشرحات بتاعتك. وتقدر برضو تحط اسئلة. وهنجاوبك برضو بنفسنا. انا وكل الزملاء اللي موجودين معنا في القناة. ايا كان تخصصك. ايا كان الصف بتاعك. اه طبعا وقتنا خلص النهاردة معاكم بسرعة. اتمنى يكون الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه يكون بسيط عليكم اسناء تنفيزه. ان شاء الله نتمنى لكم النجاح والتوفيق. ونشوفكم على خير في الحلقات الجاية. والى اللقاء.